اشتركوا في القناة ونواصل هذا الحديث وهذه المرة عن إحدى هذه القيم المهمة التي أضاعها المسلمون كثيرا فضاعوا سياسيا وهي المدافعة المدافعة ورد ذكرها في آيتين من كتاب الله عز وجل ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في سورة البقرة وفي سورة الحج ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا المدافعة تعني وجود توازن يقي من الظلم يمنع من احتكار السلطة ومن الاستئذار بالثروة هذه هي المدافعة والمدافعة كما هو الصريح في آية سورة البقرة هي التي تعصم من الفساد بعض المسلمين يظنون بطريقة ساذجة للأسف أن كل ما نحتاجه لكي نقضي على الفساد السياسي هو أن نجد الحاكم التقية الورع وهذا ليس صحيحا فتقوى الحاكم الفرد وورعه لا يمنع من الفساد السياسي لأن النظام السياسي ليس شخصا واحدا أبدا إنما الذي يعصم من الفساد بنص القرآن الكريم هو المدافعة ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض والمدافعة تقتضي أولا محافظة المجتمع على يقضته أن يكون المجتمع يقضا لا يترك للسلطة يدا ممدودة طليقة تفعل ما تشاء ذانيا أن يكون المجتمع مستعدا للأخذ على يد الظالم ولا يترك الظالم يتمادى في ظلمه ثالثا أن يكون المجتمع قادرا على محاصرة ومريدا أيضا لأن يقوم بذلك مريدا وقادرا على محاصرة الخارجين على إجماعه السياسي حكاما كانوا محكمين يكون المجتمع قادر على إلزام الجميع بقراره فإذا شذت شاذة من المجتمع أقلية أو شذة حاكم وأراد أن يخرج على إرادة الأمة ألزمته الأمة بذلك وهنا أريد التنبيه على مسألة في غاية الأهمية وهو أن فقهاء التراث السياسي الإسلامي تحدثوا كثيرا عن خروج الأمة على الحاكم واستبشعوا مفهوم الخروج على الحاكم وما إلى ذلك لكنهم للأسف لم يهتموا بأمر آخر أهم وهو خروج الحاكم على الأمة فكم من حاكم خرج على هذه الأمة فرق صفها وسفك دمها واستعبد أبناءها وتركها لقمة سائغة لأي عدو طارق فخروج الحاكم على الأمة أشد تحريما وأفدح ضررا من خروج الأمة على الحاكم والذي يمنع من خروج الحاكم على الأمة هو نظام المدافعة هو أن تكون الأمة قادرة على الأخذ على يده ووقفه عند حده تقتضي المدافعة في أي نظام سياسي تفتيت السلطة والثروة وهذا هو مفهوم الفصل بين السلطات الذي تحدث عنه الفلسوف الفرنسي مونتسكيو في المجلد الحادي عشر من كتابه ومسوعته السياسية روح الشرايع والفصل بين السلطات كما نسميه باللغة الدستورية المعاصرة ليس سوى تطبيق لهذا المفهوم السياسي والأخلاقي القرآني الذي هو المدافعة فأنت تمنح جزءا من السلطة للجهاز التنفيذي وجزءا للجهاز القضائي وجزءا للجهاز التشريعي فتوزعها وتجعل كل منها قادرا على الضبط الثاني والوقوف في وجهه ووقفه عند حدوده هذه هي المدافعة كذلك تقتضي المدافعة تشريع التعدد تعددية السياسية والثقافية والإعلامية والنقابية لا يمكن أن تكون هناك مدافعة في ظل نظام الحزب الواحد أو النقابة الواحدة أو الصوت الإعلامي الواحد لا بد من تشريع التعدد السياسي والفكري والنقابي والإعلامي لكي يتحقق نظام المدافعة فإذا زورت هذه الوسيلة بمسائل الإعلام فضحتها الوسيلة الثانية وإذا تواطأت هذه النقابة ضد حقوق العمال كشفتها تلك النقابة وإذا فرط هذا الحزب الحاكم كشفته الأحزاب المعارضة وقدمت البديلانة هذه هي المدافعة والمدافعة من أهم ركائز المجتمع الراشد وهنا أريد أن أؤكد على ما ذكرته في أحد مقالاتي التي نشرت منذ أعوام مديدة بعنوان الخلافة الراشدة والمجتمع الراشد المجتمع الراشد سابق على الخلافة الراشدة وشرط من شروطها وتعلق المسلمين اليوم بالخلافة الراشدة لا نبغي أن يعمينا عن حقيقة سياسية واجتماعية وهي أنه لا خلافة راشدة من غير مجتمع راشد المجتمع الراشد هو الذي يبني حياته على المدافعة يوزع السلطة يوزع الثروة يبني توازنا بحيث يضبط بعضه بعضا حتى يبني نظاما عاصما من الفساد فالمدافعة أيها الأحبة هي أهم مبادئ البناء السياسي السليم وقد نظرت مرة كنت أتحدث مع بعض الأحبة لترجمة أحد المصطلحات الدستورية الشائعة في الاستخدام باللغة الإنجليزية خصوصا في الولايات المتحدة وهو مصطلح تشيكسون بالانسس وهو مصطلح دستوري أمريكي مشهور استعمله الأمريكيون كثيرا في شرح الدستور الأمريكي وفي الحديث عن النظام السياسي الأمريكي والمقصود بشيكسون بالانسس هو أن يكون هناك تضابط يعني أن يكون أفرع السلطة يضبط بعضها بعضا ويوازن بعضها بعضا فبعض الأخوة قال كيف تترجم شيكسون بالانسس فقلت له الله لا يوجد ترجمة لها أحسن من المصطلح القرآني الموجود وهو المدافعة ولل لا دفع الله إناس بعضهم ببعض لفسدات الأرض فالله عز وجل ما ترك لنا خيرا إلا أرشدنا إليه ومهما تسر البشرية وتترقى في مسارها فإنما تقترب إلى هذه القيم السياسية التي نزلها الله عز وجل رحمة بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر